السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معنا في شواج جديد مشيوات اوم شمس كانت بنا دائما تكون في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنقرح عليكم نحضروا مع بعض كروسة بطريقة سهلة وبسيطة وكتجي خفيفة ومورقة يعني بدون عجين ومورق المخمر الاصلي فهدي طريقة جد مبسطة وكتعطينا نتيجة رائعة بزاف كتعطي واحد كروسة كما كتشوفوه مورقة مزيان والديدة بلا قياس فدائما لا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش على الاستيقاء دي لكم والعائلة وكذلك في معقلكم التواصل يبقى تراجع معهم الفيديو باش تعمل فائدة اما الى كنتوا اول مرة تزوروا القناة مرحبا بكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش تستو دائما بجديد القناة ومشوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير فبنسبة المقادير غنحتاجوا كأس دي الحليب سائل اللي غندفيه من بعد اللي كيعادل 180 جرام غنحتاج ربع كأس دي زيت نباتي اللي كيعادل 60 جرام حتى 63 جرام غنحتاجوا معلقة كبار دي السكر حبيبات او لسنيدة معلقة كبيرة دي الخاميرات الخبز ساشي دي الفاني وشوية دي الملحة والطاحين فهو على حسب الخاليط هدو هم المقادير اللي غنحتاجوا مشوا مباشرة ندفيه الحليب ادينا بالنسبة لطريقة التحضير بعد ما دفيت الحليب من طبيعة الحل غنعملوا في البول على هاد الشكل ونضيف عليه السكر سنيدة والخميرة الفورية والفانيلا على هاد الشكل وغادي نضيف اه اربعة المعالق يعني احتى الخمسة على حسب الخاليط في اللول ديال الطحين وغادي نخلط هانتم كما كتشوفو كنضيف الطحين هنا بغيناه غير يعني ماشي نجمعوا العجين وانما نفعلوا الخاميرا يعني هنا غادي نخلط ثلاثة المعالقة الربعة ديال الطحين مع العناصر الولانية الحليب تنأكد عليه ما يكون شخون يكون دافي باش تبقى المفعول ديال الخاميرا كان نخلط مزيين على هاد الشكل وغادي نغطي دابا هاد الاناء هادا وغادي نخلي علاجا بحتى تدفع المعالى الخاميرا يعني تضاعف الحجم ديال الخاليط ونرجعوا يعني من بعد باش نكملوا العجينة ديالنا فهنا من بعد ما خمرات الخاميرا كما كتشوفو كتولي على هاد الشكل هكا يعني كيعقاد معنا الخاليط وكيبن انه تضاعف انتو ما كيف كي يولي دابا هنا غادي نضيف الزيت النباتي والملحة يعني الملحة ما ضفنهاش في الاول وغادي نضيف دابا 4 كاز ديال زيت نباتي وغادي نبدأ نجمع بالطحين الكافي حتى نتحصلو على عجين اللي يكون خفيف ما يكونش تقيل او لا ناشف باش الكرواسة ديالنا تجينا خفيفة يعني ما تجيش من دقصة من الداخل كان بقا نضيف الطحين وانا كان عجين تقريبا هنا بنسبة الطحين راكي اخد من 400 حتى ال 470 جرام ديالتحين على حسب الطحين وش كيتشرب او لا لا المهم عندنا هو العجينة نتحصلو على عجينة اللي تكون خفيفة كما غا تشوفو معاي يعني ما تضيفوش الطحين بزاف رادي تجمع معاكم تقريبا من 3 حتى الربعات ديالتحين وكيبقى دائما العجين فهو على حسب نوعية الطحين اللي كتستعملو هنا من بعد ما جمعت العجينة خندهنها بشوية ديال زيت نباتي وغادي نغطي عليها وغادي نخليها تختامر وبالنسبة لهن هذا الوقت هذا اللي هي تختامر فيه فرامو يعني دغية كتختامر ما كتاخدش وقت بزاف لانه نفايتين مفاعلين للخاميرا هنا تقريبا واحد ربع ساعة كتتضاعف الحجم ديالها فقط نخليوها في مكان دافي يلا كنا هكا بغينا نوجدوها بالليل را ممكن انكم توجدو العجينة على هات الشكل وتعملوها في تلاجرها كتختامر وبالنسبة ليلة كاملة وكتجي كذلك رائع فكما اشتم بعد ما اختمرت معنا العجينة هذي نعود ان ناخدها وكما لاحظو معي راني مدلكتها في الاول متاشي حاجة يعني عجينة اللي كتوجد بسرعة وما فيهاش عذاب تبا غادي ناخدها وغادي نقطعها قطع اه اولا نقسمها على تمنيات الاجزاء حال هذا الشكل وبالنسبة لهات تمنيات الاجزاء فانا غادي نحاول نعملهم كويرات ليكونوا قد قد في الحجم دياله دائما نستعنو بواحد شوية ديال الطحين فورس لان العجين كيكون معنا شي شوية كيتلسق وباش ما كانت هنا العجينة خفيفة يعني ما تكونش جارية موهم تكون خفيفة كتلسق باش ما ديك الكروسة ديتنا كتجي خفيفة وكتجي مقطنة وكذلك مورقم الداخل هنا كان نحاول نعمل دوك الكويرات يعني كان قدهم ومباشرة كان ناخدو اول كورة كان تستعنو بطحين الفورس او لطحين الابيض وكانوا ورقو هاد الكورات هادو كاملين يعني هاد الكورات كلهم كان حاولو نورقوهم دائريين الى بغينا نعملو هاكا كروسات على هاد الشكل اما الى بغينا نعملو البتيبان فرا ممكن انكم تورقوهم على شكل مستطيل او لمربع باش تت يعني كت كي يجيكم سهل من بعد انكم تقطعو هنا انا غدينا نورق على شكل دائري ووقت ما ورقت هاكا دائرة كان رشها شوية بالطحين وكان عاود نورق الدائرة التانية كان حتى فوق منها حتى كنكمل كل شي من بعد غنمرو المرحلة الموالية فبحالة الشكل يعني كنحاول نورقوهم هنرى ما كي يختمرو ما تشي حاجة مباشرة كم داو نخدمو بهم دائما نرش شوية التحين غي باش ما يتلسقوش ليا ما بيناتهم حتى كنكمل العجين كامل دابا كنجيب شوية هنا نخديد تقريبا واحد المعلقة كبيرة دي زبدة التوريق معا جوش المعلق ديال زبدة الحيوانية يعني ديال الاكل ودوبتهم يعني دوبتهم بزوج ما تضيفوش عليهم الزيت يعني فقط هنا بغينا الزبدة مدابة فقط يعني انا هنا زدتك معلقة كبيرة ديال زبدة التوريق باش نتأكد انها تعطيني التوريق زويل والزبدة ديال الاكل فكتعطي مضاق جميل هنا كما جتو معي كناخدوك الدوائر كل دائرة كندهنها بالزبدة مزيان وكنوضع فوق منها الدائرة الموالية بحال هاتي الشكل كنوضع الدائرة كندهنها كنعود نحت فوق منها الدائرة وهنا غادي نتحصلو على ثمانية ديال الطبقات او لثمانية ديال دوائر العجين وبالنسبة للعجينة هنا را ممكن يعني ديلو سبعة ستة تسعود على حساب شحال بغيتو تقطعو لاشحال بغيتو ديال الطرق بغيتو فهاد الكروسة هدي فانا تمانية جتني هي هادي كمورقة وزوينة بزاف وماشي مبالاغ فيها كي ما عادش تشوفو يعني هنا كنبقى مستمره كله ورقة كنحطها وكندهن بالزبدة مزيان را ما كنتاخدش معانا كمية ديال الزبدة بزاف حالات الشكل وانا نفيتها حتى في القناة وانا احط لكم رابط ديال وتحت لها فيديو كروسة بعجينة المسمن كتجي ولا اروع كذلك هنا بالنسبة للدائرة الاخرانية فحطتها ما عادش ندهنها وحاولت اني نبسطها مزيان باش ننزلها على الجوانب ده ما غنوضعو العجين في التلاجة كي ما اشتو معايا حتى ديك الزبدة كتعود تشد فراسة يعني الزبدة كتبرد عاد كنعودو نخرجو يعني ضروري هاد المرحلة ناخدو العجين ونوضعوه في التلاجة المدة ديال خمسة دقايق فقط غيديك الزبدة كتبرد سافيداب هنا كناخد العجين ديالي كما اشتو من بعد ما كتبرد الزبدة كيبقاش العجين راخو يعني كيجمع راسو شوية كنستعن بالطحين وفي الاول كنحاول اني نضغط على العجين باش يبقى ليا يعني باش يبقى في مكان وما يبداش هكا دائرة كتتفوت على دائرة نضغط على العجين في الول مزيان عاد غادي نبسطو ده با على شكل دائري وهنا الملاحظة المهمة هي ما تبسطوش بلا قياس حتى يولي العجين الرقيق فضروري نخليوها شوية سميك باش دوك الفيطاج اللي درنا او للطوريق اللي عملنا بالزبدة كيبقى محافظ او للعجين محافظة عليه فبحلا هدي الشكل حتى كنكمل الدائرة انتو ما شوفوا معايا يعني ما كبيرش الدائرة بزاف و في نفس الوقت يعني ورقتها في القياس هنا غادي نحاول اني نقطع هاد الكروسة دينا في اول حاجة غادي نطوي العجين هنحاول نطوي العجين هكا على ربعة باش يعطيني انصاف ديال العجين مقدين وده با غا نقسمه بسكين فعمل احسن سكين باش يبقى باينين او لا باش يبقى محافظة للطوريق اللي عملنا فيه وهنا كل مربع يعني كل مو ثلاثة عفوا غا نقسمه على ثلاثة يعني نقسمت العجين كله على اربعة وكل مو ثلاثة غادي نقسمه على ثلاثة هكا ولا بغيت الكروسة تكون صغيرة بزافرة ممكن كل مربع كذلك تقسمه على زوج وكل ديك ساعة مو ثلاثة تقسمه ثاني على زوج يعني كلها هنا كلها مو ثلاثة يعطيكم تقريبا ربعة ديالي مو ثلاثة فبحالة الشكل كنقطع ومباشرة غا ندوزو باش نعمرو هاد او باش نصاوبو هاد الكروسة ديالنا كيما شتوه كيكون مورق العجين وصرح حالة ضغية كيوجد ما كياخدش معنا وقت بزاف كناخد المو ثلاثة كنعمل هكا واحد الفليحة صغيرة بالسكين باش اعطاني دوك الجواني بديل الكروسة وغادي نجيب الشوكولاتة الخاصة دائما بالكروسة هاد الشوكولاتة اسابيع وغادي نعملها ونرولي بالطريقة المعتادة المعروفة يعني له هاد الشكل هكا كنعمل دائما هادك الفليحة وكان نعمل الشوكولاتة وهنا بنسبة للشوكولاتة ممكن تعمل علاجة للخطرات ممكن كذلك اتعمرهم بشوية ديال الكريم باتيسيار مع هاد الشوكولات كييشي صراحة بنين ولديد بزاف وكيما قلت لكم انا حط لكم تا الطريقة ديال هاد الكروسة يعني بتلاتة اولى اربع اشكال من عجين واحد لهو عجين المسمن وكتجي رائعة كذلك وكتجي مورقة هادو دائما في اطار الوصفات السهلة وكذلك السريعة فكان نبقى مستمرة حتى كنكمل تشكيل ديال الكروسة ديالنا كاملة بنفس الطريقة وما تزيروش باش العجين ديالكم ما يترتقش في الفران يعني كما اشتور اني كان رولي وانا مخففة العجين في ديال حلق كان رولي الى بلية شوية غلط بزاف كان حاول نبسطه شوية وكان رولي على هاد الشكل وكان تحصل عليك رواسة ديالي على هاد الشكل كان ضغط عليها شي شوية وكان غطيو عليها اولا انا صراحة ان كان خلاها غير هكا حتى كت تعود يعني تنفخ شوية غير ترتاح يعني مدة عشر دقائق يقيت بلينة انتفخات سافيك ان اخد بيضا وكان ضغط على خل وكنتروها جيدا وستندهنو هاد الكروسة ديالتنا يعني هنا ما تخليوهاشت ثم تختامر بلا قياس لانا العجين راها مختامر على زوجة الاخطرات يعني فعلنا الخاميره وخلينا العجين يختامر يعني هنا فقط العجين كم ماشته ما خليت Bertرش انت فخات بلا قياس غيبينتلي انا العجين راها تفعلت عوا تاني هنا شغلت الفران وخليتو يسخن وان دهنه باهاد الكروسة ديالتنا ادهنوها من الاول و دعوها ترجع على خطرها نفس الحاجة كيف ممكن انكم تدهنوها على زوجة الخطرات يعني ادهنوها و دعوها ترجع عاد تعودوا ادهنوها نوبة ثانية يعني قاعد طرق راهم ناجحين انا فقط انا عندها منوبة واحدة او مرة واحدة كاملة و سندخلها الفران يعني اللي يسخون من قبل انا هنا غادي نقص عليها و نخليها تطيب على خطرها يعني كنقص انا كنسخل فران ولكن كننقصو مزيان باش الحاجة كتطيب من الداخل كتنفخ على خطرها و كتجي مقطنة حتى تتبلية تحمرات من التحت كنعود نشعل عليها من الفق تحت تحمر ثاني من الفق و كتعطينا هاد النتيجة الرائعة دي الكروسة اللي بيدون عناء ديال فويتاج سهلة بزاف و انتم ما شوفوا كيفاش طورق ديالها كيبا صراحة غزالة و مفشفشها من الداخل مقطنة و خفيفة يعني اللي دقا عندكم و للي شفها يسحبوا انو فيها المحسين و احنا ما عاملينش فيها المحسين نهائيا فقط فيها خميرة الخمز طريقة اللي بسيطة بزاف اللي كانت مننا ان شاء الله ما فيهاش لا بيد لا تشي حاجة ولا مكونات الكتيرة كانت مننا ان شاء الله انكم تجربوها و انكم تفرحوا بهاك احتان انتم ما افراد العائلة و كانبغي دائما نشكركم على تفاعلكم مع الفيديوهات ديال القناة شوات ام شمس و كذلك على متابعة ديالكم و دعمكم لينا كانشكركم جزيل شكر و هنتما كما كتشوفوا فالكروسة ديالتنا تجي ولا ارواع وكانت من ان شاء الله انها تعجبكم ما بقاليا الى نقول لكم الى وصفة مقبلة باذن الله كانت معكم ام شمس والى اللقاء